طلب مواطنون في محافظة الكراك الجهات الحكومية المعنية بإصلاح وإعادة تأهيل شوارع منطقة المرج والتي لم تعد صالحة لسير المركبات عليها بشكل آمن ومريح حسب قولهم حفر عديدة منتشرة في شوارع منطقة المرج بمحافظة الكراك باتت تشكل مصدر قلق وإزعاج لأصحاب المركبات نظرا لتسببها بإحداث أعطال في مركباتهم من جهة ولخطورتها على السائقين وتسببها بتعطيل سيابية حركة السير من جهة أخرى جراء اضطرار السائقين لتغيير مسارهم بالكامل خوفا من الارتطام بالحفر أو الاستضام بجوانب الطرق صارت كلها جوار مطبات أي سيارة موجودة صارت خالي فحص صارت سيارات خالي فحص كامل من وراء المطبات والجوار اللي بنعاني منها يومي هذه المشاريع التي هي خدماتية للمواطن الأردني وبالذات في الكراك فهي ما بين المطب والمطب حفرة مواطنون قالوا إن بلدية الكراك الكبرى ومديرية الأشغال التعملان على ردم هذه الحفر وإصلاح الطرق بشكل مؤقت وغير عملي من خلال وضع خلطات إسفلتية مؤقتة أو حتى ملئها بالإسمنت ما فيه تنسيق بين بلدية الكراك والدوار التي تعمل على هذه البنية التحتية في محفظة الكراك الشوار الآن في حالي يرتى لها من التسفيد أو التعبيد أو العلاقة بين سلطة المياه أو الكهرباء أو التمديدات الصحية أو بلدية الكراك وفي وقت طالب فيه المواطنون هناك بحل هذه المشكلة فإنهم أشاروا إلى أن هذه الحفر ناتجة بشكل أساسي عن عمليات الحفريات الهادفة إلى مد شبكات المياه والصرف الصحي أو حتى الكهرباء علاوة على العوامل الطبيعية كالثلوج ومياه الأمطار التي تساهم في عطب هذه الطرق ترجمة نانسي قنقر